وكان كسبه كله حرام أو بعضه حرام فهل يجوز لي أن أقبل هذه الهدية أو هذا المال؟ لا بد في التوبة من المال الحرام أن يعطي ويرد الحقوق إلى أصحابها لا بد أن يرد الحقوق إلى أصحابها وإلا لم تصح توبته قد يتعذر رد المال إلى أصحابه بسبب غيابهم أو فقدهم أو عدم معرفتهم كالرشاوي قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ الكسب الحرام مهلكة للعبد في دينه ودنياه وهو من أسباب عدم التوفيق ومنع إجابة الدعاء فما هي صور الكسب الحرام؟ وكيف يتحلل آكل المال الحرام ويتخلص منه؟ وهل تقبل هدية من كسبه من الحرام؟ في هذه الحلقة من برنامج درهم ودينار نتعرف على أحكام الكسب الحرام من خلال استضافة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو المتخصص في المعاملات المالية والصيرافة الإسلامية أهلاً وسهلاً بكم دكتور وسهلاً حياكم الله أحسن الله إليكم وإليكم أخير الكريم بدايةً دكتور لو تحدثنا عن خطورة المال الحرام وما ورد في الشرع من التحذير منه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم أغلن بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مغصيتك وبفضلك عن من سواك أما المال الحرام أو الكسب الحرام فهو كما ذكرت مهلكة للعبد وأي مهلكة فيحرم به العبد التوفيق ويمنع إجابة الدعاء وقد وردت الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله وسلم في التحذير من الخوض في المال الحرام يعني مهما كان سبب كسبه وبأي طريقة حصل فقد قال الله عز وجل أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم يعني عطف يعني قتل النفس على أكل المال بالباطل وأيضا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في الحديث الصحيح الطويل الرجل يطيل السفر يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب والحديث مطلعه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب أن يدعو يدعو الله عز وجل ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يأكل المال الحرام ثم قال عليه السلام والسلام أن يستجاب له كيف يستجاب لمن لمن يرفع يدا أو كفا تربت تربت وغذيت بالحرام كيف يستجاب للسان لسان يعني يتحرك بالمال الحرام وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كل جسد وفي رواية كل لحم نبت من سحت أي من حرام فالنار أول به في رواية أخرى لا يدخل الجنة لحم أو جسد نبت من سحت أي حرام فالأحاديث في ذلك كثيرة جدا هذا من حيث العموم وقد ورد النهي عن المال الحرام في مكاسب خاصة تخصها لذلك يعني المسلم الذي يعني يخاف الله عز وجل ويخشى عقابه عليه أن يبتعد عن المال الحرام والكسب الحرام مهما كان هذا الكسب يعني كثيرا أو قليلا دكتور ما هي أهم المكاسب والمعاملات والطرق والوسائل التي يعد الكسب من خلالها حرام هذه المكاسب يعني مكاسب الحرام مكاسب كثيرة لا يمكن حصها في عجالة لكن يعني قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم يعني هذه الآية الكريمة العظيمة تعد أصلا في ضابط المال المباح وهو المال الذي يؤخذ عن تجارة يتحقق فيها تمام الرضا أما إن أخذ المال بطريق يعني الغصب فهو مال الحرام الغصب والسرقة أو يؤخذ المال عن طريق الرشوة فقد لعن الله الراشي والمرتش والرأش الذي يمشي بينهما أو يؤخذ المال يعني بغير وجه حق كأكل أموال اليتامة ظلما وعدوانا أكل أموال اليتامة وأكل الميراث كالذي يأكل مال أخواته البنات يجحد أموال أخواته وأخوته ويحتال عليهم أيضا الذي الذي يماطل في أداء الحقوق يستدين من الناس ويجحد الدين هو يأكل مالا حراما أيضا من أشهري ويعني أكثر ما يدخل التجارة من المال الحرام يدخلهم من الغش في البيوع الغش في البيوع فمن غشنا فليس مننا الغش في البيوع والاحتيال والتدليس والغبل الفاحش يعني استغلال حاجة الآخرين والاحتكار وأيضا أكل الربا وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء وقد صرحت الآية الكريمة يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله دكتور ما الذي يتوجب على من كسب مالا حراما وأراد أن يتوب منه أهم ما يتوجب عليه أن يخرج من هذا المال الحرام بعد توبته بعد توبته يعني عزمه على أن لا يعود إلى هذا العمل وأكل المال الحرام أن يخرج ويتحلل من المال الحرام إن كان هذا المال قد حصل عليه بالسرقة فيرجع المال المسروق إلى صاحبه الذي سرقه منه إن كان المال الذي كسب منه الحرام هو عبارة عن يعني ديون لآخرين كان قد جحدها أيضا يرجعها إن كانت أرضا قد غصبها يرجع الأرض التي غصبها إن كانت وديعة جحدها يرجعها له لأصحابها إن كان ميراثا لأخواته البنات قد أخذه أيضا ظلما وعدوانا يرجع لا يكفي أن يتوب يقول توبت إلى الله وأستغفر الله وأتوب إليه لابد من من التوبة لابد في التوبة من المال الحرام أن يعطي ويرد الحقوق إلى أصحابها لابد أن يرد الحقوق إلى أصحابها وإلا لم تصح توبته يرجع المال حرام إن كان قد أكل الربا وأخذ يعني أقرض بفائدة دباوية قال الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولابد إذن أن يخرج ويعيد الأموال الحرام التي أخذها وكسيبها من المحرام لأصحابها الذين أخذها منهم بغير وجهي حق أحسن الله إليكم متابعين الكرام نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم بالعودة إليكم متابعين الكرام مع فضيلة الشيخ دكتور إبراهيم شاشو نتكلم عن أحكام الكسب الحرام أحسن الله إليكم دكتور وإليكم أخي الكريم دكتور قد يتعذر رد المال إلى أصحابه بسبب غيابهم أو فقدهم أو عدم معرفتهم كالرشاوي فكيف يتصرف التائب في هذه الحال وكيف يرد المال طبعا قلت يعني يرد الأموال إلى أصحابها الذين إن كانوا موجودين طبعا إن كانوا موجودين لا يكلف الله نفسا إلا وسعا فهو عليها أن يبدل وسعه في البحث عن هؤلاء الأشخاص الذين أخذ منهم المال الحرام أو يعني أخذ منهم أموالا ربوية مثلا أو أخذ منهم رشاوي أو أخذ منهم أو سرق من أموالهم لكن لكن إن تعذر الوصول إليهم تعذى وصول إليهم بعد بحثي والتحري والتقصي وسأل عن قد يكون لهم ورثا فاستطاع الوصول إلى ورثتهم إن كانوا قد توفوا فيجب عليه أن يبحث عن ورثتهم وإن كانوا غائبين يعني أن يبحث عنهم حتى يصل إليهم لكن إن قلنا أنه لم يستطع الوصول إليهم فهنا يتصدق بالمال الذي كسبه من الحرام يتصدق إن كان إن كان له يعني أصحاب ولم يستطع الوصول إليهم يتصدق به عنهم يتصدق به عنهم ويخرجه من ملكه ولا يبقيه في أمواله حتى يبقى ماله حلالا وليس يدخله شيء من الحرام دكتور كثيرا ما يكون هذا الرجل الذي كسب مالا حراما قد استهلك هذا المال وصرفه على نفسه أو على عياله ولم يبقى منه إلا القليل أو لم يبقى منه شيء ففي هذه الحال كيف يرد المال إلى أصحابهم طبعا إذا كانت الأموال التي استهلكها لها أصحاب موجودون كالسرقة والودائع وكما قلت أكل مال الميراث كذا هذا ينبغي عليه أن يتحلل منهم أو يطلب منهم أن يعني يمهلوه إما أن يسامحوا أو يمهلوه وإن كان المال الحرارة كسبه كسبه لا من معين كمن كان يتاجر بأموال يعني أموال أو بأشياء محرمة يتاجر كان يتاجر بالدخان أو كان يتاجر بالمحرمات أو كان قد كسبها بيعني اللعب القماري والميصري وكسبها من مكاسب محرمة وكان قد استهلكها لم يبقى منها شيء أو بقي منها جزء فلا يجب عليها أن يخرج عوضا عنها ما استهلكه ما استهلكه مما ليس له مالك معين ليست من الديون وليست من الودائع وليست من السرقات وليست من أموال الميراث إنما هو كسب حرام محض ليس له مالك معين هذا الذي استهلكه ليس عليه أن يرده ويخرج بدلا منه الذي استهلكه لكن ما بقي في يده ما بقي في يده بعد توبته فيعني يحسن به أن يتصدق به ويخرجه من ماله كي يطيب له ماله دكتور إذا أعطاني أحدهم هدية أو تصدق علي بمال وكان كسبه كله حرام أو بعضه حرام فهل يجوز لي أن أقبل هذه الهدية أو هذا المال لا بالنسبة لهدية من كان كسبه حراما أو يعني كان ماله أو بعض ماله أو جل ماله فهنا يعني لا مانع لا مانع من أن تأخذ أو يأخذ المهدي له هذه الهدية إن لم تكن هذه الهدية بعينها يعني مسروقة أو مغصوبة يعني كما لو دعاك أحد الأشخاص وكان يتعامل في كسبه يأكل الريبة مثلا يأكل الريبة يتعامل في الفائدة مثلا فدعاك إلى طعامه أو أهدى إليك نقودا أو مبلغا من المال لا بأس أن تأخذ هذا المال لأن الوزر عليه في كسب المال وأنت لا وزر عليك المال والحرام لا يثبت في ذمتين فهو كسبه بالحرام فالوزر عليه أما أنت إذا أهدي إليك أو تصدق بشيء منه عليك فلا بأس أن تأخذ منه وقد أجاب النبي صلى الله وسلم دعوة المرأة التي أهدت إليه شاة شاة المصري مرأة المرأة اليهودية ومعروف أن اليهود كانوا يأكلون المال الحرام يأكلون السحط كما ذكر الله عز وجل ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن قوم لهم جيران يأكلون الربا ويدعونهم إلى طعامهم أو يهدون إليهم طعاما فقال أجيبوهم فإن المهنأ لكم والوزر عليهم جزاكم الله خيرا دكتور وأحسن الله إليكم وإليكم أخي الكريم حياكم الله إلى هنا متابعين الكرام نصل معكم إلى نهاية هذا اللقاء والشكر موصول لكم على حسن متابعتكم انتظرونا في حلقات قادمة من برنامجكم درهم ودينار دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا